نجوم الزمن الجميل على الرغم من مرور سنوات طويلة جدا على رحلهم إلى أننا ما زلنا نحبهم ونعشقهم حتى الآن وإحنا معانا مجموعة نادرة من الصور لهؤلاء الفنانين الذين أصروا الساحة الفنية بالأعمال الفنية المتميزة أول صورة معانا للفنانة الرحلة شدية وبتظهر في الصورة معها والدتها وكانت في أحد الأماكن العامة وبيظهر أيضا معها أولاد شقيقها طاهر وهي صورة مميزة جدا الفنان شكري سرحان في صورة عائلية مع زوجته الرحلة وأولاده وبيظهر معاه في الصورة أولاده صلاح سرحان الذي رحل منذ فترة بسيطة وبيظهر معاه في الصورة أيضا ابنه يحيى وهي صورة مميزة جدا الفنان الرحل يحيى شهين بيظهر في هذه الصورة وهو بيقبل يد والدته وهي صورة كلها حب واحترام وتقدير وبتدل على المحبة الكبيرة الموجودة بين الابن وولدته الفنان الرحل محمد فوزي بيظهر جدا في هذه الصورة بجانب زوجته الفنانة مديحة يسري وأيضا بيظهر بجانب الفنانة الرحلة شككته الفنانة هودا سلطان وهي صورة رائعة بتدل على التربط الأسري والعائلي الفنانة الرحلة أسمهان وهي طفلة صغيرة في صورة نادرة جدا مع والدتها السيدة علياء المنزر والدت الفنان الرحل فريد الأطرش وهي صورة نادرة أثناء وجودهم في القاهرة بعد مغادرتهم لسوريا الفنان الرحل محمود ياسين مع زوجته الفنانة الكبيرة شهيرة ومعهم في الصورة ابنتهم الوحيدة وقتها الفنانة رانيا محمود ياسين وكانت الصورة عام 1970 الفنانة الرحلة نعيمة عاكف وبتظهر في هذه الصورة وهي بتحمل نادية زول فقار ابنة الفنانة فاتن حمامة وهي صورة بتدل على الصداقة القوية اللي كانت موجودة بين الفنانة فاتن حمامة والفنانة نعيم معاكف الفنان الرحل عمر الشريف مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة أثناء زوجهم وهي صورة رومانسية جدا الفنان الرحل رشدي أبازة مع الفنانة الرحلة تحية كاريوكا وهذه الصورة كانت أثناء زوجهم وهي كانت الزوجة الأولى للفنان الرحل رشدي أبازة الفنانة مديحة يسري والفنان محمد فوزي أثناء زوجهم وهذه الصورة كانت في منزلهم وبيظهر معهم في الصورة الفنان الراحل سعيد أبو بكر الفنانة المعتزلة نورة والفنان الراحل حاتم زلفقار وهي صورة نادرة من زفافهم وبيظهر معهم في الصورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وهي كانت صورة رائعة جدا الفنان عمر دياب والفنانة شيرين رضا أثناء خطبتهم وبيظهر معهم في الصورة والد الفنان عمر دياب ووالدته وشقيقه الفنانة تيسير فهمي في حفل خطبتها من زوجها محمد ابو بكر وبيظهر معها في الصورة الفنان الراحل سامير حسني الفنانة كريمة مختار والصورة رأعة جدا من حفل زفافها من المخرج نور الدمرداش المخرج الراحل يوسف شهين والصورة رأعة جدا من حفل زفافه وهي صورة تعرض لأول مرة الفنان الكوميدي الراحل اسماعي اليسين والصورة نادرة مع زوجته وابنه وهي صورة كلها حبه حنان وبتعبر عن حب الوالدين وهي بالفعل صورة جميلة جدا هو ايضا صورة اخرى للفنان الراحل اسماعيل ياسين مع زوجته وهي صورة كلها حبه رومانسية وبتعبر عن شدة حب الفنان اسماعيل ياسين لزوجته الفنان الكبير الراحل فاخر فاخر والصورة عائلية بتجمع بينه وبين زوجته والفنانة الكبيرة هلا فاخر الفنان اسماعيل ياسين وهو بيقبل الفنانة هالة فاخر أثناء حفل خطبتها من ابن المخرج الراحل ياسين اسماعيل ياسين ولكن هذه الخطوبة لم تدم طويلا وتمت فسخ الخطوبة بعد عدة أشهر الفنانة فاتن حمامة والفنان عمر الشريف وهذه الصورة التقطت لهم أثناء تصورهم أحد الأعمال الفنية وأيضا صورة أخرى لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة مع ابنتها ناديا زول فقار والفنان عمر الشريف الفنانة الراحلة ليلى مراد وبيظهر معاه في الصورة شققها الفنان مونير مراد وهي صورة كلها حب وتفاؤل الفنانة الراحلة شادية وبتظهر في هذه الصورة وهي بتقبل والدتها وبالفعل هي صورة جميلة وبتدل على المحبة الكبيرة اللي بينهم الفنان الكبير يحيى شهين وبيظهر في هذه الصورة مع زوجته الراحلة وابنته الطفلة الجميلة داليا والصورة الخلفية كانت صورة داليا بعد ما كبرت وتزوجت الفنانة نعيمة عكف وبتظهر في هذه الصورة أثناء عقد كرانها من المخرج حسين فوزي بعد قصة حب كبيرة جدا جمعت بينهم الفنانة شادية وبتظهر في هذه الصورة بصحبة شاككها طاهر شاكر وهذه الصورة تم التقاطها في أمريكا الفنانة شادية وبتظهر في هذه الصورة بصحبة شاككتها أيضا الفنانة المعتزل عفاف شاكر الفنان الراحل فريد الأطرش وبيظهر في هذه الصورة وهو ممسك بصورتين الصورة الأولى للفنانة الرحلة أسمهان والصورة الثانية لابنة أخته الفنانة أسمهان وهي الطفلة كاميليا وهذه الصورة مؤسرة جدا لأنه واضح عليه الحزن والتأثر الشديد وأيضا صورة الفنان فريد الأطرش وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وهم بيصوروا أحد الأعمال الفنية الفنانة شديا وكانت في حفلة عيد ميلاد ابن شقيقها طاهر وبيظهر في الصورة شقيقها طاهر ووالدتها الرحلة الفنانة بوسي وبتظهر في هذه الصورة مع ابنتها سارة نور الشريف أثناء احتفالهم بشهر رمضان المبارك الفنان الراحل محمود ياسينو بيظهر في هذه الصورة مع الفنانة الكبيرة الشهيرة خلال فترة خطبتهم الفنان الراحل شكري سرحان وبيظهر في هذه الصورة مع أولاده صلاح ويحيا وقت مكانه أطفال الفنان الراحل فريد شوئي وبيظهر في هذه الصورة مع الفنان الراحل رجي أبازة والفنانة الرحلة نادية لطفي وهي صورة كلها حب وتفاؤل وهذه الصورة تجمع نجوم الفن الفنانة الكبيرة شادية والفنان عبد الحليم والفنان يوسف وهبي والفنان شريفة فاضل وهي صورة رائعة جدا الفنان الراحل فريد الأطرش والفنان محمد فوزي وصورة بتدل على الصداقة القوية اللي كانت بتربط بينهم وأيضا صورة بتدل على الصداقة والمحبة التي كانت تجمع بين الفنان رجي أبازة والفنان كمالي الشناوي الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة ميرفت أمين أثناء تصورهم فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969 الفنان فؤاد المهندس والفنانة شريهان وسناء جميل وإجلال زكي أثناء تصورهم مصرحية سكة على بناتك الفنانة سمي جمال والفنانة ليلى فوزي مع الفنان فريد الأطرش في صورة نادرة جدا الفنان الراحل حسين صدقي والسيدة زوجته وهذه الصورة تم التقاطها أثناء تأديتهم لمناسك الحج الفنانة وكوكب الشرق أم كلسوم أثناء زيارتها لأحد المصرحيات التي كان يقوم بها الفنان فؤاد المهندس وهو في هذه الصورة بيقبل يدها الفنان عبد الحليم حافظ وبيظهر في هذه الصورة وهو بيقبل يد السيدة أم كلسوم وأيضا الفنانة أم كلسوم صورة نادرة لها جدا وهي بتصلي في أحد المساجد في فلسطين وهي كان معروفة عنها أنها بالفعل إنسانة ملتزمة جدا وكانت بتصلي باستمرار وأيضا هذه الصورة رأعة جدا للفنانة أم كلسوم وهي بتؤدي مناسك العمرة وكان معروفة عنها إنها كل عام لازم تؤدي مناسك العمرة الفنانة عبد الحليم حافظ وبيظهر في هذه الصورة وهو بيؤدي مناسك العمرة وهي صورة جميلة جدا للفنانة الراحل عبد الحليم حافظ وهو بالفعل كان معروفة عنه إن في الفترة الأخيرة كان ملتزم دينيا وكان بيصلي باستمرار وهذه الصورة تم التقاطها قبل عام واحد من رحيله ربنا يرحم جميع فنانين الزمن الجميل الذين أمتعونا بأعمالهم الفنية على مدار مشوارهم الفني اشتركوا في القناة